واحدة من مشاكل اللغة العربية هي انه مفهش اف وورد زي الانجليزي. انا الشهير طلعته دي يوميات طبيب نفسي. اهلا وسهلا بحضراتكم. بصراحة انا مش عارف بعمل الفيديو ده ليه? بس كل واحد حر بقى في القناة بتاعته وفي اليوميات بتاعته يقول فيها اللي هو عايز يقوله ويكتب فيها اللي عايز يكتبه. المرة دي بس بالفيديو والصوت والصورة. صحيح اه انا بدأت الفيديو بتاعي ان بقول ان ما فيش في اللغة العربية اف وورد زي الانجليزي. اه هزا لا ينفي ان احنا عندنا مش عارف يعني كمصريين ولا كشرقيين اه او كناس تتكلم باللغة العربية. عندنا ثراء اه لغوي فاحش من الفحش. واللي بيخليني اقولي الكلام ده وهو كم الشتايم اللي انا شفتها اه في يعني الاسبوعين الثلاثة اللي فاته يعني بقيت يعني كم الشتايم رهيب رهيب كم الفاظ قادرة رهيبة بتشتم كل الناس بقينا يعني اي كلمة يعني بنستخدمها بمختلف بمختلف الصيغ العربية يعني افعل وافعي ومفعل وتفعيل وكل الصيغ كل الصيغ اللغة العربية موجودة بنستخدمها في في الشتايم دلوقتي. انا شايف ان احنا بقينا في مشكلة ومشكلة عويصة جدا. واعتقد ان احنا مع كل هجة ومع كل ثورة او مع كل حتى ثورة مزعومة احنا اخلقنا بتزداد سوءا. وبنزداد فحشا في التعامل. صحيح انا شايف ان العالم كله بيزداد فحش لان حتى الالفاظ اللي كانوا كنا بنشوفها في الافلام الاجنبي اه ما تتقلش قدام اطفال دلوقتي بقت تتقال عادي قدام الاطفال. لكن احنا هنا في مصر على الاقل او في الفترة الاخيرة ما بقاش في لا ضابط ولا زابط ولا اي حاجة خالص ولا رقيب ولا اخلاقيات ولا اي حاجة خالص. بينا بنقول كل الكلام بننشر كل الكلام كل الشتايم لكل الناس بالاب وبالام. ما بقاش في حاجة بتحكم منها اخلاقيا في التعامل. والكلام ده بصراحة يعني ليه ميزة وليه عيب. ايه الميزة اللي في الكلام الفحش او في الشتايم? الميزة طبعا معروفة ان انت بتسكت اللي قدامك. يعني لو الشخص اللي قدامك ده شخص مقدم مش هيعرف يرد عليك لما تقول له يا ابني الكزا على كزا. شيء طبيعي ان هو مش هيعرف يرد عليك او انه يجريك في الحوار وانت بتعتبر نفسك انك طلعت منتصر من في القضية دي او طلعت منتصر في القصة دي. العيب بتاعها هي ان كل الكلام اللي باللغة العربية الصعب ان احنا نحطه في كلمة واحدة بس زي الموجودة في الانجليزي. يعني الكلمة بتاعت ال الانجليزي دي بتتقالي بكل الصيق. بتتقالي فاعل ومفعول واسم فاعل واسم المفعول. بتتقالي في في صبح وفي الليل في اي وقت. احنا عندنا بدل ال اف ورد التمانية وعشرين حرفة عندنا اا م мож يتحولوا الى نوع من انواع الشتائم. يعني الممكن نلاقي تمانية وعشرين كلمة بثمانية وعشرين كلمة على تمانية وعشرين حرفة في اللغة العربية كلهم شتايم وده بيصعب يعني مهمة مجمع اللغة العربية او بيصعب المهمة على الناس اللي لو حاولت انها تحط الشتايم بتاعفنا في حرف واحد زي الاف كده يعني حنختار الميم ولا السين ولا الشين ولا العين ولا الصاد مش هينفع فهي مشكلة صعبة ده غير طبعا ان اعتقد ان مجمع اللغة العربية بتاعنا مؤدب لدرجة انه مش هيفكر انه اه يحد الشتايم كلها في اجتماعة واحدة او في حرف واحد يعني بيحس ان احنا لما نحب نجتم واحد بنقول له اه اه مسلا سين عين شين صاد كاف لام يعني اواخدين لبالكم بيحس ان احنا نحاول يعني نقلل من مقدار القذى اللي احنا بنسمعه ونقلل من مقدار الالفاظ السيئة والفحش والشتايم اللي احنا بنسمعها فنسمع حروف بس كده بصراحة دي كده الدعوة بتاعتي يعني في الفيديو ان احنا يعني معرفش هل مسلا نعمل استفتاء على الحرف اللي احنا هنشتم به واللي يشتم بحرف تاني يتحاسب واعتقد ان احنا لو عملنا كده يمكن مرة ولا التانية الكم الالفاظ السيئة اللي بتوصل لودنة تبتدي تقل ونبتدي بقى كده يعني اه نغتقي شوية يعني لكن في كل الاحوال انا شايف ان احنا اخلاقنا بتزداد سوءا والمشكلة في القصة دي ان ان دوقتي بقت بتنزل يعني ما بقيتش يعني بقى عادي جدا ان الواحد يصبح على التاني بالاب وبالام والتاني يرد عليه بالاب وبالام خلاص ومش بعيد بعد شوية تلاقوا اه خطابات رسمية ومكتبات رسمية مسلا السيد فلان الفلاني مدير المنشأة الفلانية ابن الكزا وتعتبر 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 عادي انا شايف ان احنا اه في منحضر ومنحضر صعب جدا وفي نفس الوقت اه بقت دلوقتي اللي بيتمسك باخلاقه او يتمسك انه يحافظ على لسانه اه بقت مهمة شقة جدا يعني كان زمان اه الموضوع ان الانسان يحافظ على نفسه مسلا من ضمن من الزنوب الكبيرة او من الخطايا الكبيرة مش بسرق مش 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 بازني مش بقتل اه دلوقتي انا عايز اقول ان انا لا انا مش باشتم يعني احتعتبر تفضيلة دلوقتي ان انا مش باشتم وكايني عملت مجهود اخلاقي رهيب ان انا مش تمشي اللي قدامي اه فانا شايف ان الاسطاندرس دلوقتي والمعايير والمقاييز بتاعتنا بتنخفض بشدة اه يمكن اسرع من اللي في الغرب يعني اهو ولا ممكن كلنا زي بعض يعني كلنا اخلاقنا بتنحضر والقيم والمعايير والاخلاق اللي احنا كان ممكن نتربى عليها زمان دلوقتي ما بقيهاش قيمة دلوقتي ان انا اقول لو سمحته من فضلك وده ما يصحش وده عيب ما بقاش فيه لعيب ولا حرام ولا كل الناس يعني ما بتختلفش بقى مستوى تعليمك شكله ايه او مستوى ثقافتك او مستوىك الاجتماعي بالعكس يعني اه لو انت ما عملتش كده هتحس ان انت ما اخدتش حقك اه ما اخدتش حقك في الحياة يعني في كل الاحوال اه انا مش عارف بعمل الفيديو ده ليه زي ما انا قلت بس يعني انا شايف ان اه الدنيا بيقيت صعبة جدا وبيقيت اه ان انا اه علشان احفظ لساني من الشتيمة فقط من الشتيمة لا انا قلت كد ولا نميمة ولا زم ولا اي حاجة من الحاجات دي بيقيت مجهود شاق بقى مجهود اخلاقي شاق اه لكن برضو ما فيش مشاكل لو احنا خلطنا الجد مع الهزار ووجهنا دعوة لنقائمين على اللغة العربية ان هما يختارونا حرف نشتم بيه حرف واحد بس نشتم بيه واعتقد ان دي تعتبر في حاجة ذاتها محاولة ان احنا اه منظف ودهنا شوية من كم الشتائم اللي احنا اه بنسمعه يعني بس شكرا